بيبدأ المسلسل في تركيا مع واحدة اسمها شولي واللي بتوصل للبحيرة لان بنتها ملأ غريقت فيها وبتنهار شولي لما بتتعرف عالطائية بتاعت بنتها وبعدها بتظهر ملك وبنشوفها بتحضر الفطر لنفسها لكن مش بيكون في اكل في التلاجة فبتضطر انها تاكل تفوحة بايزة وبتاكل الارنب بتاعها منها وبعدها بتصحى والدتها وبتقولها انها بتعمل دوشة وبتعرفها ان جينكيز هيضربها لو صحي من النوم وبنهار ان ملك عايشة مع والدتها شولي وجوزها جينكيز وبتتأسف ملك لوالدتها وبعدها بتحكي لها عن الكلبة اللي كانت في المدرسة وبتقولها ان هي ميتت وبتحكي ملك عن اللي حصل في المدرسة لكن شولي مش بترد عليها وبترفو تسرح لها شعرها فبتسمع ملك كلامها وبتحاول تسرح شعرها لكنها مش بتبقى عارفة وبعد كده بتبوس والدتها وبتخرج من البيت وفي مكان تاني بتظهر زينب واللي بنشوفها هي بتصور وبنعرف انها مهتمة بالطيور المهاجرة لكنها بتشتغل في المدرسة بتاعت ملك وبتتفاجئ زينب لما المدير بيطلب منها ان هي تدخل الفصل لان فيه مدرسة مريضة ومش تقدر تروح المدرسة فبترتبك ملك وده لانها مش بتعرف تتعامل مع الاطفال لكن سرين زميلتها بتشجعه وبتطلب منها تخليهم يكتبوا عن الكلب اللي ميت فبتسمع زينب كلامها ولما بتدخل الفصل بتستغرب لما بتشوف ملك مش بتكتب حاجة زي صحابها وبتقول لي زينب ان الكلب مش هيقدر يقرأ لها كتابته عشان كده مالوش لازمة فبتخاني صحابها في الفصل معها وبيتهموها ان هي ما كانش بتحب الكلب فبتساكت زينب الطلاب وبتستغرب اكتر لما ملك بتسألها عن مكان الجنة وبتوافق زينب ان هي ما تكتبش قدم هي عايزة كده فبتتبسط ملك جدا لانها ما اكبر توش وفي الوقت ده بتلاحظ الحفرة اللي في شعر زينب واللي بتسأل نسرين عالملك وبتقولها نسرين ان هي غريبة فعلا لكنها ما تعرفش السبب وبتعرفها ان ملك فقد تبوها في سن صغير لكن زينب مش بتبقى عارفها تتصرف ازاي معيها وفي البيت بنشوف جينكيز وهو بيطلب من شولي انها تحضره الفطار وبيتعصب لما بيعرف ان ما فيش اكل في البيت وبيتخاني مع شولي بسبب العاب بنتها وبيشتمها وبعد ما المدرسة بتخلص بنشوف ملك وهي بتوقف زينب وبتديلها طقيقة بتاعتها وبتقولها انها ساعدتها وما خلتاش تكتب غصبين عنها وبتتفاجئ زينب لما ملك بتديها الطقيقة عشان تغطي الحفرة في شعرها وبترجع ملك البيت وبتتبصت لما بتشوف والدتها لكنها بتزع لما بتشوفها ويبترمي العبها في الشارع وبتسبها وبتمشي عشان تروح الشغل وبتخاف ملك لما بتدخل البيت وبتعرف ان جينكيز موجود وبتحاول ان هي تدخل بالراحة من غير ما يلاحظها لكن برضو بيشوفها وبيتعصب عليها وبيقولها ان هي بتصحي عن قصد ومش عايزها ينام فبتتأسف له وبتقوله ان هي ما كانتش تقصد لكن جينكيز بيصر ان يعقبها وبيضربها بالحزام وفي الوقت ده بترجع زينب لبيتها وبتتأثر لما بتشوف دعوة الفرح بتاعت غمزة اختها وبنعرف ان زينب سابت بتأهلها من فترة وعيشة لوحدها وبتبعت رسالة لاختها بتهنيها فيها وبتعتذر لها انها مش تقفت حضر فبتتعصب غمزة وبتقول لولدتها ان اختها بتعتبرهم اغراب فبتحاول والدتها ان هي تتصل بزينب عشان تعرف اللي حصل لكن زينب مش بترضى ترد عليها وبنرجع لملك واللي بنشوفها وبتعايد بسبب الضرب وبيخرج جينكيزة عشان يروح للمالها اللي مراته بتشتغل فيه وبيظهر ان هو اللي مش يغالها عشان ياخد فلوسها وبيتخانم على صاحب المكان لانه مش عايز يدي لمراته فلوسها كاملة وبيهددهم وياخد مراته وساعتها المكان كله هيتقفل لان الزباين بيروحوا عشان هيا فبيخف صاحب المكان وبيهددهم وبيوعدهم ويديلوا فلوسه وبتفضل والدة زينب تتصل عليها لكن برضه مش بترد وفي الوقت ده بتشوف زينب ملك وهي قاعدة قدام الجامع بالارنب بتاعها وبتفضل الملك قاعدة لوحدها لحد ما ليه بيجي وساعتها بتروح للمطعم اللي زينب بتتعاشى فيه وبتطلب منها ترجع البيت لان الوقت تأخر واكيد اهلها قلقانين عليها لكن ملك مش بترضى تمشي وبتقول لها ان هي معها فلوس وبتطلب ايس كريم وبتحس ملك ان زينب متضايق منها فبتقول لها زينب ان وشها كده وبترتبك لما ملك بتقول لها انها حواجبها قريبين من بعض وان هي على طول مكشرة لكن تحكيتها حلوة وبتحاول ملك انها تسألها سؤال لكن زينب مش بتبقى عايزة ترد عليها وبتعرف ان هي ما بتحبش الاطفال فبتسألها ملك عن السبب اللي خالها تبقى مدرسة قدام مش بتحب الاطفال فبتعرف انها مش مدرسة وانها بتشتعل لفترة موقعتة بس وبتوريها ملك الدفتر بتاعها واللي بتبقى كادبة في الحاجات اللي بتحبها وبتطلب منها ان هي تعمل زيها فبتسألها زينب على اللي كان بتعمله لوحدها جنب الجامع فبتزعل ملك لكنها بتغير الكلام وبتقول لها ان هي لما هتكبر هتبقى مدرسة زيها وهتعلم الاطفال وهتحبهم كلهم وهتعملهم حلو وبتتصدم زينب لما بتلاحظ الجروح اللي في ايد ملك لكنها مش بتبقى عارفة بسبب ايه وبعدها بتعرض عليها انها توصلها لكن ملك بترفض وبتقولها ان هي هتعرف تروح لوحدها ولما بترجع البيت بتشوف جزمة جينكيز فبتدخل من غير ما يلاحظها وبتنام على طولها يا مرعوبة وتاني يوم بتدخل زينب الفصل وبتستغرب لما بتلاقي ملك مش بتاكل زي صحابها وبتكذب عليها وبتفاهمها ان هي كالت في البيت لكن الطلاب بيفتنوا على ملك وبيقولوا لزينب ان هي مش بتجيب اكل خالص حتى لما كانوا في الرحلة فبتتحرج ملك وبتدخل الحمام لكنها بتتأخر جدا وبتطلب زينب من زملتها نادي عليها وبتتصدم لما الطالبة بتعرفها ان ملك مغم عليها في الحمام وبيظهر انها تعبت من الجوع فبتروح لها زينب بسرعة وبتحاول تفوقها وبتساعدها نسترين وبتخليها تنام في المكتب وبتقولوا زينب انهم لازم يقاردوا ملك على الدكتور عشان سبب اللي حصل لها على الرغم انها متوقع ناة اغم عليها بسبب سوق التغذية وده لانه واضح على وزن ملك واللي بيكون قلال جدا على سنها وبترتبك زينب لما بتعرف من نسترين ان فيها على ما تدرب كتير على جسم ملك وبتطلب منها ان هي تاخد بالها منها لحد ما تجيب رقم والدتها من الادارة وفي الوقت ده بتكون ملك نايمة في قط المكتب وبتدخل زينب عليها فبتطلب ملك منها ان هي تفضل جنبها وده لانها مش عايزة تتكلم مع نسترين لانها طول الوقت بتسألها ان كم بتحب أمها او بتاخد بالها منها فبتسألها زينب علي بتقوله فبتقول لها ملك ان هي بتحب أمها اكيد وبتجذب عليها وبتقول لها ان كل الأمهات بتاخد بالها من ولادها وبتعرفها ان هي مكادش مريضة وان كل الحكاية انها كانت عايزة تنام وبتستهرب زينب لما ملك بترفض انها تروح البيت وبتقول لها انها عايزة تقعد في المدرسة وبتتصل لنسترين بشولي واللي بتعرف جزء انها تروح للمدرسة عشان تجيب بنتها فبيطلب جينكيز منها الفلوس اللي معها فبتقول لها نسرين ان هما لازم يتكلموا عشان يفهموا وضعها بشكل احسن دي غير ان هي لازم تروح المستشفى عشان يعرفوا هي بتعني من ايه فبترفض شولي وبتقولها ان ملك بنتها وهي اللي عارفة مصلحتها كويس فبتدخل ملك في الكلام وبتطلب منهم ان هي ترجعها البيت لانها عايزة تنام وبتشوفهم زينب وهم ماشيين وبعدها بتروح الجامعة عشان تقبل واحد اسمه انجن واللي بيكون مهتمة بالطيور المهاجرة وبتوريله زينب الصور الجديدة اللي صورتها وفي الوقت ده بيظهر علي واللي بيكون اخو انجن وبيبانى علي انه اعجب بزينب من اول نظرة وبينبهر بصور بتاعتها وبيقولها انجن انه متحمس انها تبقى ضمن فريق البحث بتاعه لكن المشكلة ان العميد لسه ما وفقش على الميزانية فبتعرفوا زينب ان هي دورت على شغل تاني لحد ما هو يرد عليها وبيسأل علي ان كانت مهتمة بالطيور المهاجرة فبيوري له انجن الصور بتاعتها وبعدها بيعرفهم على بعض وبتسأزن زينب منهم وبتمشي وتاني يوم بتقلق لما ملك مش بتروح لمدرسة وبتقرر نسرين ان هي تتكلم مع المديرة على حالة ملك وبتقوله ان هم لازم يتكلموا مع الشؤون الاجتماعية وده لانها شك ان ملك بتتعرض للعنف المنزلي لكن المدير مش بيقتنع وبيشوف ان نسرين مكبرة الموضوع وده لانها قارت كتابة عن العنف ضد الاطفال ومع ذلك بيوافق انها تروح لبيت ملك هي وزينب عشان يتأكدوا بنفسهم قبل ما يكلموا الشؤون الاجتماعية وبتظهر زينب انها تروح معها وبيفضلوا يخبطوا على البيت لكن مفيش حد بيفتح لهم وبتكلمهم جارتهم وبتعرفهم ان مفيش حد في البيت غرجين كيز وبتعرفهم كمان ان شولي وجوزها طول الوقت بيتخنقوا لدرجة انهم عايزين يطفشوا الحورة وقبل ما نسرين وزينب بيمشوا بيلوه شولي وبنتها رجعين البيت وبيظهر ان ملك انها مجروحة وبتكلمهم شولي بتارية وحشة وبتقولهم ان هي اتصلت بالمدير وعرفتهم ان بنتها مريضة فبتحاول نسرين انها تطمن على ملك واللي بتجذب عليها وبتفاهمها ان الولاد ضربها بالكرة في عينيها لكن نسرين مش بتصدقها وبتتخانم مع شولي وبتقولها ان جسم بنتها عليه علامات ضرب فبتتعصب شولي وبتطلب منها ما تدخلش وبتقولها ان ملك بنتها ويحرة فيها فبتحاول ملك ان هي تهدي والدتها وبتجذب على كل الموجودين وبتقول ل والدتها انها عايزة تدخل تاكل لانجين كيز حضر الصفرة فبتستهرب بنسرين ان ملك بتحمي والدتها على الرغم ان هي اللي محتاجة حماية وبترجع للمدير وبتتخانق معال انه مش عايز تدخل وبتقول للمدير ان هي مش تفضل سكتة حتى لو اضطرت تخطف ملك فبتعصب المدير وبيقول لها ان هي مدرسة واكيد عارفة القوانين كويس وبيسابها وبيمشي وفي الوقت ده بتكون ملك في البيت وبتبقى جعانة جدا ومش بتلاقي حاجة تاكلها وبتضطر انها تاكل السكر وبتفضل تدور في البيت لحد ما بتلاقيه اكل جين كيز فبتحول تفتح الكيس من غير ما يشوفها لكن لسوق حظها بيشوفها وبيقرر يعقبها وبيحطها في كيس سويد وبتروح زنب الجامعة لان العميد عايز يقابلها وبتستنى انجين في المكتبة وساعتها بتقابل علي واللي بيحاول يفتح كلام معاها لكن زنب مش بتديله فرصة وبترجع شولي لبيت وبتتصدم لما بتلاقيه بنتها في كيس الزبالة وبتجري عليها بسرعة وبتخرجها منه يا منهارة وبتجدب ملك عليها عشان تطمنها وبتقولها انهم كان بيلعبوا فبتطلب شولي منه انه ما اعملش الحركات دي تاني لان في ناس بيرقبوهم وبتخرج ملك من البيت وبتقعد قدام الجامعة في البرد وفي الوقت ده بتشوفها زينب وبتسألها عن اللي بتعمله فبتسكت ملك وبتروح معا البيت وبتتصل زينب على ناسرين عشان ترجع لبيتها وبتلاحظ زينب ان ملك جعنات جدا فبتحضر لها الاكل وبتتبسط ملك جدا وبتاكل كتير وبتجدب عليها وبتقولها ان امها بتحمل اكل كتير فبتسألها زينب عن الاكل اللي بتعمله وبترتبك ملك ومش بتبقى عرفة ترد وبتتأكد زينب ان هي مش بتاكل وبتطلب منها تكمل اكلها وبتسألها ملك عن والدتها وان كانت حلوة زيها. فبتقولها زينب ان هي مش فاكرها لانها ما شافتاش من فترة طويلة. وبتستعرب ملك لما زينب بتقولها ان هي بتكره امها وبعدها بتشكرها على الاكل. لكن زينب مش بتبقى عارفة ترده. بتقولها ان هي مش بتعرف تتكلم كتير. فبتطلب ملك انها تكلمها على الحاجات اللي بتحبها. فبتقررها زينب عن الطير المهاجرة. وبتتحمس ملك. وبتقولها انها عايزة تشوفهم وما بيتيره. وبتتبسط جدا لما زينب بتوافق انها تفرج عليهم وبتطلب منها انها تنام عندها والصبح يتفرجوا سوا فبترفض ملك وبتخاف ان امها تقلق عليها وفي الوقت ده بتوصل نسرين وبترجع البيت وبتتخاني مع شولي وبتقول لها انها لاقت بنتها في الشارع في وقت متأخر واني مفيش ام بتهمل بنتها زيها فبتزع لها شولي وبتطلب منها انها ما دخلش نفسها في امورهم الشخصية وبتطردها من البيت وتاني يوم بتلاقي زينب المفكرة بتاعت ملك عندها في البيت وفي الوقت ده بيتصل انجن عليها وبيفرحها وبيعرفها ان المشروع بتاعهم توافق عليه وانه هما لازم يسافروا في اسرع وقت وبعدها بتروح زينب للمدير وبتعرفوا انها خلاص هتسيب الشغل لان المشروع بتاعها توافق عليه فبيحاول المدير انه يخليها تفضل موجودة لكنه بيفشل وده لان زينب ما عرفها من البداية انها بتشتغل بشكل مؤقت وبنروح لشولي واللي بتبقى مش عايزة تقولي جينكيز اللي حصل لكنه بيجبرها تتكلم وبتعرفوا ان مدرسة ملك لقيتها في الشارع ورجعتها البيت وكان بتزعلها لكنها ردت عليها فبيقرر جينكيز انه يعاقب ملك ويموت الارنب بتاعها وفي المدرسة بتروح ملك لمكتب زينب وبتقولها انها وعدتها يشوفوا الطيور المهاجرة فبتقولها زينب انها ما وعدتاش وبتحس ان ملك زعلنا وبتطلب منها انها تتكلم مع نسترين لو وعت في مشكلة فبتحبت ملك وبترجع البيت وبتتصدم لما بتلاقي القفص بتاع الارنب فاضي وبتفضل تعيط وتنادي عليه وبتسأل امها عليه فبتقولها شولي انه بقى في الجنة وبتطلب منها نية ما تزعلش لان الارنب مات وارتاح وده لان كل الموجودين في البيت بيتعذبه فبتعيط ملك وبتقول لها امها ان جينكيز عارف بموضوع المدرسة وعشان كيها تعصب فبتنهر ملك وبتكلم الارنب بتاعه وبتقوله نية مزعلانة لانه اكيد هو شابعين في الجنة ولما بيجي الليل بترجع زينة بالبيت وبتفتح المفكرة بتاعت ملك وبتقرأ الحاجات اللي بتبسطها في نفس الوقت الملك بتكون فيه في البيت وبيطلب جينكيز منها ان يتحضر له الاكل فبتسمع ملك الكلام وبتاخد له الاكل لكنها مش بتبقى قادرة تشيل الشاي اللي بيعملها على الارض وبيضربها جينكيز لحد ما بيغم عليها وبيحطها في كيس الزبالة وبتساعده شولي واللي بتبقى منهارة لكنها مش بتعرف تقوله لا وبتطلب منه انهم يروحوا الفندق ويباتوا في الحد الصبح وبتتعصب على جينكيز وبتطلب منه يمشي في نفس الوقت اللي زينب بتتصل بيه على الانجن بعد ما جهزت كل حاجة للسفر وبتقوله انها تقابله كمان ساعتين وبتاخد المفكرة وبتقرر انها ترجع الملك لكنها مش بتلاقيها حد في البيت وبتتصدم زينب لما بتشوف كيس الزبالة وبيتحرك وبتعرف ان ملك فيه وبتجرع عليها بسرعة وبتنقذها وبعدها بتاخدها للبيت وبتعليجها لحد ما بتفوق وبتزعل زينب لما بتشوف الجروح اللي في وشها وبتسأل ان كانت عايزة حاجة لكن ملك بتفضل سكتة وبتعيط وبعدها بتتكلم وبتطلب منها انها يتاخدها للجامع فبتسألها زينب عن اللي هتعمله هناك فبتديها ملك ورقة واللي بيين مكتوف فيها خبر عن اهل يتبنوا طفلة من قدام الجامع وتنهر زينب لما بتعرف ان ملك بتقعد قدام الجامع عشان حد يشوفها ويتبنيها وبتقول لها ملك انها كبرت وان الناس بياخدوا الاطفال اللي اظهر منها وبس فبتزعل زينب عليها وبتعيط وتاني يوم بيخرجوا عشان يتفرجوا على الطيور مع بعض وبتتكلم معا الحاجات اللي بتحبها وفي الوقت ده بتظهر الطيور المهاجرة فبتجري ملك وراهم وبتطلب منهم ياخدوها معهم للسماء لكن المياة بتيجي على رجليها وبتدرك انها وقفة على الارض فبتجري زينب عليها وبتقول لها انها قرار تخطفها وده لانها عايزة تبقى امها ويعيشوا سوا مع وعد في مكان بعيد وبتوعدها ان هي هتبدأ حياة جديدة وكمان هتبقى امها بجد وهتهتم بيها وبتسألها ان كانت موافقة فبتعاية ملك وبتنادلها بماما وبتترجعت سعيدها فبتحضنها زينب وبتطمنها وبتقول لها ان هي مش لوحدها وبعدها بتحط خطة وبتطلب منها ان هي ترجع البيت وتصرف عادي وما تخليش اي حد يشوكي فيها وبتطمن شولي لما بترجع البيت وبتلاقي ملك موجودة لكنها مش بتعرف تبايل لها وبتطلب منها انها ما تطلعش صوت لان جينكيزها ينام وفي الوقت ده بتجاهز زينب الفلوس وبتسحب فلوسها من البنك وكمان بتبيع عربيتها وبتشتري هدوم جديدة للملك واللي بتكون لسه في البيت ومش بترضى تاخد اي حاجة زيادة معها عشان ما حد يشوكي فيها وبتسيب لها والدتها فلوس عشان تشتري ارنب جديد لكن ملك مش بترضى تاخد حاجة وبتلم حاجتها وبتمشي لكنها بتنسى المفكرة بتاعتها وبعدها بتروح المينة زي ما زينب قالت لها وبتقف ناك على الحفة عشان تخلي حد يشوفها وينادي عليها عشان يحذرها لكنه بينشغل عنها وفي الوقت ده بترمي ملك الطائية بتاعتها في المية وبتختفي بعضها على طول وبيتصدم عامل المينة وبيفتكر انها وقعت في المية وبيطلب من الشباب انهم يدوروا وبتنجح ملك في انها تهرب مع زينب واللي بيسافروا مع بعض الاسطنبول من غير محد يشوفهم وفي المحطة بتشوي زينب الخبر وبتخاف ملك وبتستخبى جنبها وفي الوقت ده بيظهر علي وبتطلب زينب من ملك انها تبعد عشان ما يشوفهاش وبتتصدم لما بتعرف ان عليها يسافر معه في نفس الاوتوبيس لكنها بترتاح لما بيضطر انه يرجع عشان يخب الخبر بتاع اختفاء ملك وده لانه بيشتغل صحفي وبيديها علي الكارت بتاعه قبل ما يمشي عشان تكلمه لو احتاجت لحاجة وبعد ما بيمشي بتجري زينب وبتدور على ملك واللي بتجري عليها وبتمسك ايديها فبتتأثر زينب وبيركبوا الاوتوبيس مع بعض وفي الوقت ده بتكون شولي عند المينة وبتستنوا انهم يطلعوا بانتهى من المية وبيتصل جنكيز عليها لكن شولي مش بترد عليه فبيتعصى بجنكيز لانها تاخرت عالشغل وتاني يوم بنشوف زينب وملك في الاوتوبيس وبتسألها ان كانت امها بتصرح لها شعارها وان كان بتبقى مبسوطة فبتقولها زينب انه لا لانها كاب بتحس ان هي بتتعبها وعشان كده بتعتزر لها طول الوقت فبتسألها ملك عن السبب اللي بيخالها تحس بكده فبتعرفها ملك ان هي كانت ابنة بالتبني وعشان كده بتكره مال حقيقة لانها سابتها وتخلت عنها وبتقولها ان هي مش فاكرة شكلها لكن لسه بتكرهها بس في نفس الوقت ده بنشوف والدة ملك الحقيقية ويخرج من السجن وبتفضل فرق الانقاص دي تدور على ملك لكنهم مش بيلقوها وبتقرر الشرطة انهم ياخدوا الافادة بتاعت شولي ويرجعوها البيت وده لان مساحة البحث كبيرة جدا ومش يقدروا يلقو ملك بسهولة وبنشوف شولي واللي بتبقى سكتة من الصدمة وبتمشي مع من غير ما تتكلم وبتحول الصحفة انها تاخد منها اي اجابة لكن شولي مش بتتكلم وبتبصها على علي وبتكمل طريقها وبعدها بيتكلم علي مع الزابط وبيسأله ازاي يتواصل مع والدة البنت فبيقولوا الزابط ان هي تعبنة حاليا ومش قادرة تتكلم وبيضيق الزابط لما علي بيسألهم كان متأكد ان البنت ماتت وده لان جوسيتا ما ظهرتش وده معناه ان احتمال تكوليس عايشة وبيقولوا الزابط انه مش هيعلموا شغله وبيسيبوا وبيمشي وفي الوقت ده بتوصل زينب لاستنبول وبتتحمس ملك وبتسألها ان كان عندها بيت في اسطنبول فبتعرفها زينب ان والدتها عايشة في المدينة لكنهم مش هيرحولها وبيتصدموا لما بيسمعوا الناس وهم بيتكلموا عن خبر وفاة ملك وبتحاول زينب تخبيها عشان ما تظهرش في الكاميرات وبتقل اكتر لما بتقف في صف التفتيش وده لانهم هيطلبوا هوية ملك وبنروح لجنول والدة زينب الحقيقية واللي بتخرج من السجن وبتروح بيت واحدة كاتمعها في السجن وبتعش جنول في بيت صاحبتها وبتفتح المحل بتاعها لحد ما هي تخرج وبنرجع لزينب واللي بتمسل قدام الزابط انها بتدور على هوية بنتها وبتدخل ملك وبتنقذها لما بتقولها انها عايزة تروح لحمام وبتفضل تزن عليها لحد ما الضابط بيمشيهم من غير ما يشوف الهواية بتاعتها وبتنسل زينب وبتمدح زكاها لانها انقذتهم لكن ملك بتبعيز تدخل حمام فعلا وبتدخلها زينب وتستنها برا لحد ما تخلص لكن ملك بتطلب منها انها تدخل معاها لان الباب مكسور ومش بيتقفل فبتساعدها زينب وبتمسل شونط بتاعتها برا وبتتصدم لما بتخرج ومش بتلاقي شونط بتاعتها موجودة وبيظهر ان في حد سرقها وبتنهار زينب لان كل الفلوس اللي معها سرقت وفي الوقت ده بتشوف ملك الشونط بتاعتهم لكن الحرمية سرقوا الفلوس وصابوا الشونط على الطريق فبتحبط زينب خصوصا انها مش عارفة تبلغ البوليس وبتتأسف لها ملك وبتحضنها وفي الوقت ده بترجع شول البيت وبيشوفها جنكزم الشباك وبيسألها عن الراجل اللي كان معيها وبيتعصب عليها لانها مش بترد لكنه بيترعب لما بيعرف ان اللي كان واقف معه زابط وبتعرفوا ان ملك غرقت في البحيرة وانها مش ترجع تاني وبنرجع لزينب واللي بتطم الملك وبتقولها ان هما يركبوا السفينة اللي قدامهم وبتعرفها ان طريقهم طويل لكنها تجيب فلوس وبتطبست ملك لما بتركب السفينة وبتقولها زينب انهم لازم يغيروا سماء عشان يبدأوا حياة جديدة وبتعجب ملك بالاسم الجديد وبتوافق عليه وفي الوقت ده بتروحوا جنول لجهيدة والدة زينب بالتبني وبيظهر نوم كانوا يعرفوا بعض وان جهيدة خبت على زينب ان والدتها تسجنت عشان تحميها وبترتبك جهيدة لما بتقبل جنول واللي بتقولها ان هي اخيرا رجت لحياتها وبتعرفها بمكانها وبتلاحظ جنول ان جهيدة مرتبكة ومش عايزة تكمل كلام وبتقولها ان هي رح يطلعها عشان تشكرها لانها اعتنت ببنتها هي في السجن ده غير انها خبت عليها الموضوع فتقولها جهيدة ان هي مش مستنية حد يقولها زيت ربي زينب وبتعرف ان هي ربتها زي بنتها بالضبط وما فرقتش بينهم خالص فبتقولها جنول ان هي كتعايزة تشكرها من زمان لكنها جت متأخر وبتقولها انها مفتقدة بنتها وبتسألها عن اخبار زينب وان كانت تتجوزت فبتقولها جهيدة ان هي بتشتغل وبتكمل دراستها وان هي حاليا عايشة براستنبول وبتحاول جهيدها انها تفاهمها انها صعب بتشوف بنتها وده لان هي خلاصت بنت زينب ده غير ان اخوتها معرفوش الموضوع ده وبتطلب منها تحافظ على وعدها وتحافظ على السر فبتقولها جنول ان هي كتعايزة تطمن على بنتها بس وده لانها مش جاهزة تقابلها حاليا وقبل ما تمشي بتطلب من جهيدة ان هي تديها صورة لبنتها لانها عايزة تشوفها وتشوف ازاي تغيرت سنين اللي فاتت فبتوافق جهيدة وبتقدر ظروفها وبتدي لها صورة زينب فبتتبس جنول وبتقول ان بنتها شبه همها وبتشكر جهيدة تاني وبتمشي وفي الوقت ده بتطلب زينب من ملك ان هي تسانها في محل اللاعب لحد ما تقابل والدتها وترجع فبتوعيدها ملك انها مش تتحرك من مكانها وبتروح زينب لولدتها في نفس الوقت اللي الجنول بتخرج فيه من عند جهيدة وبتتفاجئ لما بتشوف بنتها قدام عينيها ومش بس كده لكنها بتسمع ملك ويتنادلها بماما وبتستغرب جنول خصوصا ان جهيدة فهمتها ان بنتها ما تجوزتش وبتروح الجنول محل اللاعب وبتقابل ملك والي بتتعرف عليها وهي بتسعيدها وبتلم معها اللاعب اللوعت عالارض وبتوصل زينب مكتب والدتها والي بتتبسط جدا لما بتشوفها وبتحضنها لكن زينب مش بتبقى عارفة تقرب منها وبتحاية والدتها وبتقولها انها كانت خايفة عليها فبتعتذر لها زينب وبتقولها انها كانت مجهولة وبترتبك لما بتطلب منها فلوس لكن جهيدة بتطمنها وبتقولها انها والدتها وبتديها المبلغ اللي هي عايزها وبتطلب منها ان هي تحضر فرح وقتها عشان ما تزعلش فبتشكرها زينب وبتسيبها وبتمشي وبتتصدم اول ما بتخرج من المكتب وبتلاقي محل الالعاب مولع وبتجر بسرعة عشان تطمن على ملك لكنها بتخاف تتكلم مع الضابط وبتعرفها البنت اللي بتشتغل في المحل ان بنتها خرجت مع واحدة كبيرة وفي الوقت ده بتشوف زينب الورقة اللي ملك سايبها لها وبتعرفها فيها ان هي قاعدة في الجنينة وبنشوف ملك وهي قاعدة مع الجنول اللي بتسأل عن اسم امها وبترتبك لما بتقولها زينب واللي بتنادي على ملك وبتجرى عليها وبتحضنها لكنها مش بتشوف جنول لانها بتستخبى منها وبتاخد زينب ملك وبيروحوا فنده عشان يباتوا فيه ولما بيدخل القضة بيقروا الجرايد وبترتبك زينب لما بتشوف خبر اختفاء ملك واللي بتخاف وبتحضنها فبتطمنها زينب وبتقولها اني مفيش حد هيلاقيهم لو خدوا بالهم كويس وبعدها بنشوف وهي قاعدة تفرج على الاخبار وبتبقى حزنة جدا وبيقعد جنكيز جنبها وبيقفل التلفزيون وبيطلب منها ما تسناش بنتها ولانها اكيد ماتت فبتسكت شولي وبتسيبه عشان تمشي لكن جنكيز بيوقفها وبيحاولوا ان يقرب منها فبتبعد عنه وبتسيبه وبتمشي وساعتها جنكيز بيتعصب وبيزعق لها فبتجهز شولي وبتعرفه ان هي تروح الشغل وقبل ما تمشي بتسيب مصروف بنتها عالترابيزة وبنروح لزينب واللي بتغير هدوم ملك واللي بتكون كبيرة عليها وبتسألها ملك على عملته مع والدتها فبتغير زينب الكلام ومش بترضى ترد عالسؤال وبيتصدمه لما بيشوفوا الاخبار لكن ملك بتنهر لما بتشوف والدتها وبتقول الموزيع عليها ان هي حزينة وبتتقلم وبتسأل زينب ملك ان كانت والدتها وحشتها فبتقولها يا بتاعيط ان الموزيع لقالت الخبر ما تعرفش اماها خالص وده لان امها مستحيل تحس بزاعة نهائي واكيد ما بتدعيش ربنا عشان ترجع لها فبتتأثر زينب وبتقولها ان ممكن تكون والدتها تغيرت لكن ملك مش بتقتنع وساعتها زينب بتحضنها وبتطمنها وفي الوقت ده بتخرج شولي من البيت وبتلاها الصحفيين بيستنينها هي وجوزها فبتتعصب عليهم وبتطردهم وبتلاحظ ان علي بيصورها من بيت وبيطلب جنكيز من شولي ان هي تقول الصحفيين ان بنتها ماتت عشان يخلصوا بسرعة من الموضوع ده وبيتعصب عليها وبيطلب منها تبطل دور الام الحزينة وبنرجع لزينب واللي بتخلي ملك تشوف الحمامة اللي قدامهم وبتتبسط ملك جدا وبتسألها عن الوقت اللي بدأت تحب في الطيور فبتحكي لها ان من وهي زيارة كان في طر في الحمام بتاعهم لكن هي ما كانتش عارفة توصل له وساعتها جابت كرسي وطلعت له عشان تديله اكله وده لانه كان محبوس لكن بعدها ما بقتش تسمع صوته فكرت انه مات فبتقول لها ملك انه اكيد طار ويمكن بقى عنده لاد وبتتأثر زينب لما ملك بتقول لها ان هي متأكدا ان اضطر منساش ان هي اكلته وتاني يوم بتفوقوا زينب وبتلاقي ملك قعدة قدام الشباك وبتتفرج على الطير وبتعتذر لها وبتقول لها ان هي ما قصدش تصحيها فبتصهرب زينب بتقول لها ان هي مزعلنة وكويس انها صحت عشان تخرج تدور على شغل وبتوعدها انهم يعيشوا في البيت بتاعهم قريب فبتطمنها ملك وبتقول لها ان هي هتلاقي شغل لانها حلوة جدا فبتعرفها زينب ان هي كان عندها عرض عمل في الجامعة وبتجهز وبتروح عشان تشوف الشغل لكنها بتحبط لما بتعرف ان الاستاذ بتاعتنا لجامعة تانية وده معناه ان هي مش تعرف تشتغل وقبل ما تمشي بتشوف اعلانات شغل وبتصل على صاحب الاعلان وبتعرض عليه ان هي تشتغل وبتعرفوا ان هي متخرجة جامعة قسم تصوير لكنها بتتفاجئ لما بتعرف انهم محتاجين عامل بوفي وفي الوقت ده بتكون ملك في الفندق وبيظهر ناجعنا جدا وبتفضل تدور على الاكل لك انها مش بتلاقي لكنها بتلاقي فلوس فبيجي لها فكرة وبتقرر انها تنزل تشتري اكل وترجع على طول وبتبقى متطمنة ان والدتها مش ترجع دلوقتي وبنشوف جنول وهي قاعدة قدام الفندق وبتشوف ملك وهي داخل السوبر ماركت وبتقعد جنبها وهي بترسم وبتطبسط ملك لما بتشوفها وبتدي لها جنول الالم بتاع عشان ترسم به لكن ملك بتبقى عايزها قلم فاتح وبترتبك لما جنول بتشوف اسمها الحقيقة على استيكاب بتاعتها وبتنكر ان هي عندها اسمين ومش بتبقى عايز تتكلم وعشكات بتسيبها وبتلعب وساعتها جنول بتشتري لها قلم جديد وبنروح لزينب واللي بتشتري مجلة واللي بيكون فيها اعلانات عمل وبتتصل زينب على كذا مجلة لحد ما بتلاقي شغل وفي الطريق بتتصل دور اختها بيها في نفس الوقت اللي زينب بتركب فيه تاكسي وبتسمعها دوره وهي بتقول العنوان وبتلومها دوره عشان ما بتكلمهاش وكمان قاعدة في فندق وبتقول لها زينب ان هي بتدور على بيت جديد ونضاء افضل بالنسبة لها فبتطلب دوره منها انهم يتقابلوا فبتوافق زينب وبتقول لها ان هي هتقابلها بعد الشغل وبعد ما بتقفل معها بتشوف ملك وهي بتلعب مع الجنول في الحديقة فبتنزل زينب متكسي بسرعة وبتجري عليها وبتسألها عن اللي بتعمله خصوصا ان هي حزرتها فبتعتذل لها ملك وبتقول لها انها كانت جعنى جدا عشكها نزلت فبتصدقها زينب وبتلاحظ زينبها حفية وبتطلب منها انها تلبس جزمتها عشان هتبرد وبتشكر زينب جنول لانها خدت بالها من بنتها وفي اسنانها ما بيتكلم وبتتعب وبتكح فبتقلق جنول عليها وبتطلب منها انها تروح لدكتور وبيظهر ان زينب عندها برد بسبب شباك الفندق البيز وبتفضل جنول قلانها على بنتها لحد ما بتمشي ولما بيجي الليل بتتكلم غمزة مع دور اختها واللي بيبقى بالها مجغول وعشان كده مش بترد على اختها وبتعرفها دور ان هي كلمت زينب لكنها كانت مجغولة وعادتها ان هي هتكلمها فبتقولها غمزة ان ده طبع اختهم بتقول انها تتصل وبتختفي بعدها وبتسألها ان كانت تعرف الفندق اللي زينب قاعدة فيها عشان تروح لها وتديلها دعوة الفرح فبترفض دوره دل انها مش عايزة تروح لاختها من غير ما تكلمها لكن غمزة بتبقى مصرة وبنشوف زينب ويا بتصرح شعر ملك واللي بتسألها ان كانت لقيت شغل فبتقولها زينب انه لسه فبتطمنها ملك وبتقولها ان هي وثقة انها هتلاقي شغل وبتطمنها زينب وبتقولها ان هي هتشتغل وهتشرب الجديد وفي الوقت ده بيوصل اخوتها وبتتراب ملك وبتستخبى بسرعة فبترتبك زينب وبتقوله دوره انها قالت لها ان هي هتتصل بيها وبتستهرب دوره لما بتشوف ملك وياه مستخبية واللي بتجر بسرعة وبتتحمى بزينب واللي بتقول لاخوتها ان ملك بنتها فبيتصدمهم الاتنين ومش بيوفهمين حاجة وفي الوقت ده بيخرج جينكيز وشولي وبيروحوا مطعم وبيظهر ان علي بيرائبهم وبتفضل شولي تشرب عشان تذكر وساعتها بيلحظوا ان الصحفي بيرائبهم وبيقول جينكيز لمراته ونصحفين وامرهم ما هيصدقون اللي حصل كان حدثة وبيطلب منها ان هي تقفل المحضر لانهم هيتبهدله لو الحياة تكشفت وبتتعصب شولي على جوزها وبتقوله ان هي مش تقفل المحضر على الفاضي وده لانه ممكن بنتها تكون لسا عايشة فبيتخانق جينكيز وبيعالى صوته عليها لكنه بيرجع يواط صوته لما بيفكر ان الصحفي بيرائبهم وبيكبر شولي ان هي تروح الاسم وتقفل المحضر وبيهددها ان الموضوع ممكن يزيع اكتر منه وده لانه ممكن يروح الاسم ويبلغ عنها ويقول الزابط ان هي حطت بنتها الوحيدة في كس الزبالة وبعدها رميتها قدام الباب فبتخاف شولي من تهديداته وبيسيبها جينكيز وبيعف قدام الترابيزة بتاعت علي وبيقوله انه ممكن يوعد معهم ويعرف هما بيتكلموا عن ايه وبنرجع لزنب واللي بتضطر انها تبرر لاخوتها اللي حصل وبتعيرها غمزة بان هي خلفت من غير ما تتجوز فبتفكرها دوره ان هي كمان حامل من قبل ما تتجوز فبتقولها غمزة ان هي تتجوز كمان يومين وبتطلب من زنب انها تحضر الفرح لوحدها وده لانها خايفة ان اهل العرسة يتكلموا عليها فبتطمنها زنب وبتقول لها ان هي مش تحضر الفرح خالص فبتحاول دوره ان هي تساكت اختها وبتطلب منها انها تفكر الاول ازاي هتعرف قالت جزء بموضوع الحمل وبتتفاجئ زنب لما بتعرف ان الخطيب اختها هو اللي طلب منها ان هي ما تتكلمش وبتسألها غمزة عن ابو بنتها فبتجذب زنب عليها وبتقولها انه كان صاحبها في الجامعة فبتقولها غمزة ان هي عشان كيها ثبت البيت لانها مش قادرة تواجه والدتهم وبترتبك اختها لما بتقولها ان البنت مش شابها خالص زي ما هي مش شابها والدتهم وبتحاول دوره انها تهدي ملك اسناء مخوتها الاتنين بيتخنقوا وبتقول لها ان هم طلوقت كده لان كنهم بيحبوا بعض جدا وبعدها بتودع دور اختها وبتمشي وبنرجع لجينكيز واللي بيمثل على علي وبيفاهم انه حزين جدا على ملك وبيفضل يجذب وبيقولوا انه كان بياخد باله منها وبيلبسها وبيأكلها فبيقولهم علي ان الجثة لسه ما ظهرتش وان ده معنا ان الامل لسه موجود فبيعاية جينكيز وبيقولوا ان ابنتهم خلاص ماتت وانه مراته مش قادرة تتكلم بسبب اللي حصل لكن علي بيبقى مصر انه يسأل شولي وبيسألها ان كانت تعرف ان ابنتها تروح المينة وبيصعب لما جينكيز بيقولوا انهم ما يعرفوش وبيتعصب جدا وبيقولوا انه مش هما اللي خالها تروح فبيعتذر له علي وبيقولوا مكانش يقص لكن جينكيز بياخد مراته وبيمشي وبيحذرها من انها تتكلم وبيتخاف شولي لما علي بيديها رقم وبيطلب منها انها تكلمه في اي وقت لكنها في النهاية بتاخد الكارت منه وبتمشي وبيجي وقت انهم بتقول ملك لزينب ان هي حبت دور اختها جدا وغمزة برضو لكنها عصبية شوية وبتتبسط ملك لما زينب بتطلب منها انها تقول لهم خلته وبتحس ان اخيرا بقى لها جدة وخلات وبتسألها ان كانت والدتها هتصدق ان هي بنتها فبترتبك زينب ومش بتبقى عارفة ترد عليها وبيظهر انها خايف ان والدتها تعرف وفي الوقت ده بيتصل علي بزينب لكنها مش بترد عليه فبيبعت لها رسالة وبيقولها انه عايز يتكلم معها عن ملك بما انها كت واحدة من طلابها فبتقلق زينب لكنها مش بترد عليه وتاني يوم بتجهز للاكل الملك وبتطلب منها نيام ما تخرجش من قده خالص فبتوافق ملك لكن بيظهر ان جالها برد بس زينب مش بتلاحز وبتسيبها وبتروح مقابلة الشغل وبنشوف جاهدة ويبتفتر مع بناتها وبتعرف منهم انهم قابلوا زينب في الفند والي هي قاعدة فيه وبيظهر ان غامزة عايزة تحكي لوالدتها لكن دوره بتمنعها وبتجهز شولي عشان تروح السوق وبيطلب جنكيز منها ان هي تروح لإسم وبيهددها لو ما سمعتش كلامه وبنروح لزينب واللي بتعرف ان الاعلان كان لشغلة في التنظيف مش لمصور وبتقرر ان هي تقبل الشغلانة عشان تعرف تصرف على ملك واللي بتتعب جدا ومش بتبقى قادرة تقوم منها على السرير ومع ذلك مش بترضى تقول زينب واللي مش بتحس بحاجة وبترجع شولي البيت وبتقول له جوزة ان هي هتروح لإسم بعدين فبيتخني معه وبيأمورها تامل اي حاجة يطلبها منها فبتسيبه شولي وبتدخل لحمامه يا منهارة وبتتعب ملك اكتر في نفس الوقت اللي بنشوف زينب فيها بتشتغل وبيظهر ان هي كمان مريضة وعندها برد وبتفضل ملك تشرب مية وبتبصها على الساعة وبتعرف ان زينب هتتأخر وبتحاول انها تتصل بها لكنها مش بترد عليها لانها بتشتغل فبتحاول ملك انها تقفل الشباك وفي الوقت ده بتشوف القلم اللي جنول جابته لها وبتلاقي رقمها على القلم فبتقرر ملك ان هي تتصل بها وبتطلب منها انها تروح عندها عشان تلعب بالقلعيب فبتعرفها جنول ان هي بتشتغل في المحل وبترفض ان هي تروح لها من غير ما زينب تعرف فبتشكرها ملك على القلم اللي جابته لها وبتعرف جنول ان ملك تعبانة من اول ما بتكلمها وبتروح لها الفندق ولما بتخرج زينب من الشغل بتتصل بملك لكنها مش بترد عليها وبنشوف جنكيز هو بيبتز شولي عاطفيا وبيلمه دومه وبيمثل عليها ان هيسيبها وهيسافر لاسطنبول فبتخاف شولي وبتسألوا عن اللي بيعمله فبيتعصب عليها وبيقولها نها ما سمعتش كلامه وبياخده دومه وبيمشي فبتنهار شولي وبتترجمها يسيبهاش لكن جنكيز بيبقى مصر وبينفعل عليها لما بتزعق له وبتقوله انه كان السبب في موت بنتها ودلوقتي وعايز يسيبها وبتتصدم شولي لما جنكيز بيضربها بالقلم ومع ذلك هي مش بتاخد اي رد فعل وبتركع تحت رجلها وبتترجمها يمشيش وبتقوله ان هي هتعمله لو عايزه هتروح لإسم وفي الوقت ده بترجع زينب الفندق وبتترايب لما مش بتلاقيها موجودة لكنها بتلاقي وارقة مع موظف الاستقبال واللي بتكون من جنول وبتطمنها فيها وبتعرف ان بنتها معها وبتكتب لها العنوان فبتروح لها زينب بسرعة وبتعرفها جنول ان ملك كانت تعبنة جدا ودرجة حرارتها كانت عالية وبتقولها ان هي خدتها المستشفى لكن الدكتور مرضيش يكتب لها ده وعشان مالها شوية وكمان هي اخافت ديها اي ادوية وده اللي انها ما تعرفش ملك عندها حساية من ايه فبترتبق زينب وده اللي انها عارفة كويس انها مش تعرف تكشف على ملك وبتقول لجنول ان هي هتستنى شوية ولو فضل التعبنة هتوديها فبطب منها جنول وبتعملها شاي وبترفض انهم يمشوا في الوقت الحالي وبتعرف انها عايشة لوحدها فبتشكرها زينب وبتقول لها انهم تقلوا عليها وان اكيد ملك عرفتها ان التليفونها كان مقفولة عشان كده ما عرفتش توصل لها وبتستهرب زينب لما جنول بتقول لها ان ملك ما لقتلقاش ان هي مريضة وان هي حس بس من صوتها انها تعبينة وبتتكسب زينب من نفسها وبتقول لها ان الام بتحس بأي حاجة الابن بيبقى محتاجها فبتقول لها جنول ان ملك قوي جدا وما رضتش تقول لها عشان ما تقلقهاش فبتزعل زينب وبتقول لها ان هي حملتها فوق طاقطها لانهم نقلوا جديد وما فيش بيت يعودوا فيه وغير كده الفندق اللي هم قاعدين فيه مش كويس فبتسألها جنول عن السبب اللي مش بيخاليها تروح عند والدتها فبتقول لها زينب ان هي مش عايزة تبقى عبقى عليها فبتقول لها جنول ان الامهات بيدفعوا عمرهم كله عشان ساعدت ولادهم وانه هيبقى كويس جدا لو رحت عند والدتها فبتعرفها زينب ان هي متبنية من وقت ما كان عمرها خمس سنين بعد ما والدتها سبتها وان هي ما تعرفش السبب اللي خلا والدتها تسيبها وكمان ما تعرفش هتولدت فين ولا امتى عيد ميلادها لدرجة ان والدتها اللي تبنتها كان بتنور لها شمعة في كل عيد ميلادة عشان تبقى مبسوطة لكن الحياة انها مش مبسوطة في حياتها لانها متعرفش عيد ميلادة امتى وبتتأسف زينب لجنوب لانها بتحكي لها مشاكلها وبتقولها يا مش عارفها السبب اللي خالها تتكلم معيها لكن جنوب بتطمنها وبتطلب منها انها تكمل حكي وبتتأثر جدا لما زينب بتحكي اليوم اللي والدتها سابتها فيه ولي قبل ما تسيبها خرجتها وجابت لها الالعاب اللي هيكت عايزيها وبعدها خرجوا مع بعض ورحوا لجنينة وساعتها امها ادت لها زهرة وان الوقت ده كان احلى لحظة في حياتها لكنها ما كانتش تعرف ان اليوم ده هيبقى اخر يوم حلو في حياتها لانها بعدها على طول سابتها ومشيت وبتعايات زينب وهي بتحكي وبتقولها ان امها ما كانتش هتسبها لو هي مركزتش مع الظهور وانها فضلت طول عمرها فكرة ملمس ادية على الرغم انها مش فكرة شكل والدتها وان هي هتقدر تعرف امها من وسط الاف الامهات من ملمس ادية بس وبعد ما زينب بتخلص بتشكر جنول لانها سمعتها للنهاية فبتقوم جنول عشان تعمل شي تاني وقبل ما تدخل المطبخ بتسأل ان كانت تتمنى تشوف والدتها تاني فبتسألها زينب عن رأيها في الحب من غير مقابل وبتقولها ان الناس دايما بيقولوا ان الاهل بيحبوا ولادهم من غير مقابل لكن الحقيقة العكس وده لان الاولاد بيتقبلوا اي حاجة من اهلهم حتى لو عزبهم او يتخلوا عنهم وبرضو الاولاد هيفضلوا يحبوا اهلهم وعشان كده مفيش اهل بيتخلوا عن اولادهم وبتعرف ان هو ده الحب اللي من غير مقابل بالنسبة لها فبتقولها جنول انه عندها حق واول ما بتدور والشاب تنهار وبتكتم بقها عشان زينب ما تسمعاش ويهي بتعيط وتاني يوم بتفوق ملك وبتلهي زينب نايمة جنبها وبتتأسف لها عشان خرجت من غير ما هي تعرف لكن زينب هي اللي بتعتذر لها وبتقولها ان كويس ان هي راحت لجنول واللي بتبقى مبسوطة ويبتسمعهم وبتحضن ملك زينب وبتقولها ان هي احسن ام في العالم وبعدها بتطلب زينب منها ان هي تلبس هدوم عشان يمشوا فبتعرض ملك عليها ان هي تقعد مع جنول لحد ما ترجع من الشغل فبتقولها زينب ان هي ساعدتهم كتير لكن في الاخر هي غريبة وما ينفعش ان هم هيزعجها اكتر من كده وبتوعدها ان هم هيزروها تاني فبتوفق ملك لكنها مش بترضى تمشي غلى ما تفتر وفي الوقت ده بتحاول جهيدة انها تكلم زينب لكنها مش بترد عليها فبتقلق جدا وبتفتكر كلام جنول وبتقرر تروح لها البيت واللي بنشوفها هي بتودع زينب وملك واللي بتديها ديها قبل ما تمشي وبتبقى عبارة عن جزمة جديدة لانها لحظت ان الجزمة بتاعت ملك ديقة عليها وعشان كده هي بتقلعها طول وقت وبتكتشف زينب ان هي جابت مقص صغير لكن ملك ما كانش بتقولها عشان ما تكلفهاش فلوس اكتر وبتتبسط بالجزمة الجديدة وبتشكر جنول واللي بتفرح جدا ولما بيخرج وبتلعب ملك بالقطة الصغيرة وبتستغل جنول الفرصة وبتنصح زينب ان هي ترجع لولدتها لان غلط جدا ان بنتها تكون لوحدها في الفندوق في نفس الوقت اللي جهيدة بتشوف زينب وهي واقفة مع جنول وبتنزل من عربيتها بسرعة وبتدخل المحل بتاعها وبتتعصب عليها وبتبقى عايزة اضرابها لكنها بتتراجع في اخر لحظة وبتقولها ان مش من حقا ان هي تشوفها فبتزعل جنول وبتطمنها ان زينب ما تعرفش حاجة وبتقولها ان هي وصلت لها بالصدفة فبتطلب جهيدة منها انها تبقى بعيدة عنها لانها مش تسمح لها انها بوص حياتهم فبتطلب جنول منها ان هي تقول زينب على يوم ميلادها الحي لكن جهيدة بترفض وبتقولها ان عيد ميلادها يوم ما هي تبنتها وبنشوفها عليها في اسطنبول وبيتصل على اخوه وبياخد منه عنوان زينب وبيظهر انه ناوي يقابلها بأي طريقة عشان موضوع ملك واللي بتروح الحديقة وبتلعب فيها وساعتها زينب بتفكر في الكلام اللي جنول قالته لها وبتقرر انها تروح عند والدتها عشان تعرف تحافظ على ملك وفي الوقت ده بتقرأ جنول الجورنال وبتتصدم لما بتشوف خبر اختفاء ملك وبتتأكد ان هي مش بنت زينب بعد ما فتكر الاستيكة اللي كان عليها اسم ملك ده غير ان زينب ما كش تعرف اي حاجة عن بنتها وبنروح لزينب واللي بتدخل البيت والدتها وبتدخل البيت في نفس الوقت اللي بيوصل فيه علي وبيشوفها وبيشوف معها طفلة لكن ملامحها بتبقى مش باينة وبتتفاجئ دوره لما بتفتح البيت وبتلاقي زينب وبتنادي على والدتها واللي بتتبسط جدا وبتحضن بنتها لكنها بتتصدم لما بتشوف ملك وبتعرفها زينب ان هي بنتها وبتطلب من دوره ان هي تاخد ملك للحديقة عشان تعرف تتكلم مع بنتها وبتنهار جهيدة وبتقولها ان هي امها ومع ذلك ما تعرفش ان عندها بنت وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان عمر ملك سبع سنين وبيخبط عليه على الباب وبيسأل على زينب لكن الخدامة مش بترضى تدخله وبتعتذره بتقوله ان هي مجغولة وفي الوقت ده بيفتكرى عليه دوره اخت زينب واللي بتسأل عليها في المدرسة ووقتها واتعرف عليها وعشان كده بيسأل على دوره وبتعرفه الخدامة ان هي اعدة في الحديقة فبيروح لها علي وبيشوفها ويبتلعب مع ملك واللي بترتبك لما بتسمع الكلام بينهم وبتعرف انه صحفي وكمان بيسأل عليها وبتستخبى ملك منه ومش بتخليه شوف شكلها وفيشكرها علي وبيمشي وبنرجع لجهيدة واللي بتسأل زينب على والد البنت فبتعرفها انه كان زميلها في الجامعة وبتتصدم جهيدة لما بتعرف ان زينب خلفت من غير ما تتجوز وبتسأل عن الخلاة تعمل كده فبتلقح غمزة عليها بالكلام وبتقولها ان اكيد ابو البنت كان متجوز وبتحاول زينب ان هي تواسي والدتها وبتتأسف لها فبتعايت جهيدة وبتقولها ان هي عايزة شوية وقت بس عشان تستوعب اللي حصل وبتسيبها وبتدخل قوضتها وبتفرح غمزة لان زينب نزلت من نظر والدتهم وبيظهر ان هي كبت غير منها لان والدتهم بتفضلها عليهم وبتخرج زينب لملك واللي بتجري عليها وبتحضنها وبتطلب منها ما تبايتش عنها فبتاخدها زينب للقوضة بتاعتهم واللي بتكون كبيرة جدا وبتنبهر ملك بيها وبعدها بتسأل ان كانت والدتها تدايقت منها فبتقولها زينب ان هي اتفاجئت لكنها تتأقلم وبتطمنها ان هي اكيد هتحبها بس هي محتاجة شوية وقت وكل حاجة تبقى كويسة فبتحكي لها ملك على علي وبتعرف انه بيدور عليها وبتطمنها وبتقولها ان هي استخبت منه ما شافهاش فبتخافزينها وبتحضنها وفي الوقت ده بتروح شولي مع جينكيز الاسم وبيظهر انها مش عايز تدخل لكن جينكيز بيفكرها ان هي لتراجته وبياخدها وبيدخلوا مكتب الزابط واللي بيديها حاجات بنتها اول ما بتدخل فبتسأله شولي ان كان عنده اخبار عن بنتها فبيقولها الزابط ان ما فيش اخبار جديدة وان هما لسه بيدوروا فبيقوله جينكيز ان ملك اكيد ماتت وبيسأله ان لا يحصل لهم ملقهاش فبيقوله الزابط ان هما مضطرين يستنوا فبيطلب جينكيز منه انه يديهم ورقة يزبط فيها ان البنت ماتت عشان يعملوا اجراءات الدفنة فبيرفض الزابط وبيقوله انه لازم يبقى حكم من المحكمة وده مش بيحصل غير بعد خمس سنين على الاقل فبيتصدم جينكيز لان كل اللي خطط له ضاع وبتاخد شولي حاجات بنتها وبيخرجوا من الاسم وبيطلب جينكيز منها انها تبين لكل الناس ان بنتها ماتت عشان كل اللي في الحرة يعرفوا ويسكتوا فبتسأله شولي عن شكل الام اللي بنتها بتكون ميتة فبيرتبك جينكيز ومش بيعرف يرد عليها وفي الوقت ده تروح جنون الحديقة عشان تشوف ملك لكنها مش بتلاقيها وبنشوف علي واللي بيرجع الجريدة اللي بيشتغل فيها وبيسأله المدير ان كان فيه اخبار عن البنت اللي غرقت في البحر فبيقول له علي ان ما فيش اي حاجة جديدة وعشان كده هم استهرب خصوصا ان ما فيش حد شاف جسيتها لكن المتأكد منه ان فيه حاجات جديدة بتحصل وبيعرف المدير ان ام البنت بتشتغل في نادي ليلي ومتجوزة واحد كان مختل عقلي وعشان كده واشاكك فيهم وبنروح لجهيدة واللي بتتعصب على الخدامة وبتقول غمزة لدوره ان هي كانت هتقوم الدنيا لو كانت امهم وده ان زينب اكده عارفة ان هي عاملة حاجة غلطة وعشان كده فضلت غيبة لسنين طويلة وواضح ان هي خجلينة من اللي عملته فبتتدائق دوره من كلام غمزة وبتطلب منها ان هي تسكت عشان زينب ما تسمعيش وبعدها بتاخد ملك وبتدخلها المطبخ عشان تأكلها من الحلويات اللي والدتها عملتها وبعدها بيتصل المدير على زينب وبيعرف ان هي تأخرت على شغلها فبتعتذره وبتقوله ان كان فيه مشكلة مع بنتها شكاية اخرت وبنشوف ملك وهي بتبص على جهيدة وبيظهر انها خايفة منها ومع ذلك هي بتشكرها على الحلويات اللي عملتها وبتسعرب جهيدة لما بتشوف ملك وهي بتخسل الطبق اللي اكلت منه وبتلحقها دوره وبتطلب منها انها تسيب الطبق لان الخدام هتخسله وبتطلب ملك من زينب ان هي تاخدها معها الشغل او توديعها عنده جنول تلعب عندها فبتسألها جهيدة هي بتتكلم عن مين فبتعرفها زينب ان ملك تعرفت على واحدة في الحديقة وحبتها جدا وده لانها كبتساعدها فبتتفاجئ جهيدة لما بتعرف ان هما بيتكلمه عن جنول وبترفض ان ملك تروح عندها وبتقولها ان هي قاعدة مع اهلاه وما انفعش تقعد عند ناس غريبة فبتوافق ملك ان هي تقعد مع دوره وبتوعيدها زينب انها مش تتأخر وبتروح جنول للفندو عشان تسعل على زينب وبتقلق لما بتعرف ان هي ما رجعتش من اللي تمبارح وبنروح لشولي واللي بتفضل تشرب لحد ما بتسكر ومش بتبقى قادرة تشوف حاجات بنتها في البيت فبتقرر انها تلمي كل حاجة وبتحطها في كيس الزبالة ومش بيبقى هنا عليها ترميها في الآخر وبتخرج من البيت وبيستغرب جنكز من اللي بتعمله وبيخاف ان هي تفضحهم وبتروح شولي للبحر وبترمي كل حاجات بنتها فيه وبتنهار وبتفضل تسرخ وبيروح جنكز وراها وبيطلب منها ان هي ترجع معها فبتوافق شولي وبتمشي وبيرجع عليه يبعت رسالة لزينب وبيقولها انه عايز يقابلها ضروري لكن زينب برضو مش بترد عليه وبعد الشغل بترجع البيت وبتشوف غمزة وهي بتزعق مع الخدمة وده لانها متوترها بسبب ان خاطبها هيزورهم في البيت وبتقول لي زينب ان هي ما عرفتوش ان هي عندها بنت فبتقولها زينب ان خاطبها مش هيتجوزها وعشان كده حياتها ما هتخصوش فبتدقيقة غمزة وبتقولها ان هم بيتكلموا عن الراجل اللي هيكون جوزها في المستقبل وان ده معناها ان احاية تخصها تخصو برضو وبتقولها ان مفهومه لأسرة خاص لكن انا اتعرفش حاجة عنه فبتساكتها والدتها وبتطلب من زينب ان هي تجا زيها وبنتها عشان يتعشوا معاهم وبتعرفها انها عملت شربة خضار عشان ملك تعبينة وبتسألها ان كان بتحب الخضار فبتقولها ملك ان هي بتحبها ولما بتدخل القوضة بتسألها ملك ان كانت امها حبتها فبتقولها ان حبتها اكيد وبتعرفها ان هي عملت لها طبخة مخصوص عشانها وفي الوقت ده بيتصل زينب باخوه وبيتصدم منه لما بيعرف ان زينب ملاش ولاد وبيوصل خطيب غمزة واللي بيتصرف عادي لما بيعرف ان زينب عندها بنت وبيتعشوا كلهم سوا وبتستعرب جاهدة لما بتشوف ملك ويبترم الخضار وبيظهر نامش بتحبه عكس ما زينب فهمتها واللي بترتبط جدا وبتطلب من ملك ان هي تاكل الطبق كله وبترتاح غمزة لما خطيبها بيمشي وبتقول له اختها ان هي قلقت لما سأل على والد بنتها وده لانها مش هتقوله ان ملك بنت غير شرعية وفي الوقت ده بتنملك ويبتتفرج على التلفزيون وبتتأثر جاهدة لما بتشوفها وبتحاول زينب النية صحيحة لكن والدتها بتمنعها وبتطلب منها ان هي تشيلها بس زينب مش بتبقى عارفة ومع ذلك بتحاول وبتتبسط لما بتحطها في السرير وبتمسك ايديا وهي نايمة وبتتأثر جدا وبتعيط وتاني يوم بتتكلم والدتها معها وبتقولها ان هي مش هتسألها على والد بنتها فبتقولها زينب ان هي مش عايزة تشغل بالها فبتقولها جيدا ان هي بنتها وبتفضل تكلمها عن الامومة وبتقولها انها اكيد عارفة يعني ايه تبقى ام لكن هي مش عارفة تقوم بدورة جدا لانها بعدتها عن ملك فبتتأسف لها زينب وبتقولها ان هي دخلت بيتها ويفسن ملك ومن وقتها هي بتتعب عشانها وعشان كيها فكرت انها مش ينفع تخلي بنتها تعيش في نفس البيت عشان ما تقلش عليها فبتقولها جهيدة انها بنتها وبتفكرها انها مهمة جدا بالنسبة لهم وبعدها بتطلب من ملك انها تقولها يا تيتا فبتتبسط ملك وبتحضنها وبعدها بيعملوا العصير مع بعض وبيتصل علي بن سرين وبيعرف منها ان ملك بتتعرض لعنف من اهلها وان هي قضت يوم عند زينب وبتتمنى انها كتسبة عندها فبيتفاجئ علي وبيبدأ يشك في زينب اكتر وبيخلص الجوز الاول من المسلسل الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام